موسيقى أهلا بكم مشاهدين بعد أقل من أسبوع على سلسلة الأحداث والتطورات المتسارعة في الأردن لم ينتظر العاهل الأردني الملك عبدالله طويلا ليخرج إلى العلن في بيان مكتوب لشعبه كشف فيه عن أطراف الفتنة التي كانت من داخل البيت وخارجه كما تحدث أيضا عن الأمير حمزة وعلاقته بالأزمة التي شهدها الأردن مؤخرا هل تطوي رسالة العاهل الأردني صفحة الخلفات داخل البيت الواحد؟ سؤال محوري نطرحه في حلقة اليوم من برنامج من الجزائر مع ضيوف الحلقة بعد أن نتابع هذا التقرير تطورات جديدة في مسار قضية الأسرة الهاشمية تنبئ بنهاية الأزمة في القصر الملك الأردني بعدما نشر الديوان الملكي رسالة موقعة من الأمير حمزة المتهم بمحاولة زعزعة استقرار البلاد يؤكد فيها التزمه بعهد الأباء والأجداد وفيا لإرثهم سائرا على دربهم وقال الأمير سأضع نفسي بين يدي جلالة الملك ولابد من أن تبقى مصالح الوطن فوق كل احتبار وأن نقف جميعا خلف جلالة الملك في جهوده لحماية الأردن ومصالحه الوطنية وجاءت هذه الرسالة بعد أن أكد الأمير حمزة في تسجيل صوتي له أمس أنه لن يمتثل لأوامر الجيش بعد تقييد إقامته انسحب الحرس بالكامل وجاني رئيس الأركان يهدد باسم مدرأ الأجهزة أنا سجلت كلامه ووزعته للمعارفي بالخارج وأهلي على أساسه إذا صار أي شيء ولان منتظر نشوف شو بدهم يعملوا أنا ما بدي أتحرك عشان ما بدي أصاعد هسا بس أنا أكيد مش راح ألتزم يعني لما يقول لك ممنوع تطلع وممنوع تغرد وممنوع تتواصل مع الناس وبس مسموع لك تشوف العائلة يجي رئيس الأركان يقول لك هذا الكلام يعني هذا شوي يعني أتوقع أنه مش مقبول في أي شكل من الأشكال ويرى الخبراء والمتابعين للشأن الأردني أن الوساطة الذي أوكلها الملك عبد الله الثاني لعمه الأمير الحسن بن طلال للتعامل مع موضوع أخيه غير الشقيق قد أجد ثمارها وتبين من خلاله أن سمو الأمير يؤكد على ولاية الملك ورعايته لإدارة شؤون البلاد وأنه سيكون داعما في المستقبل بهذا المعنى من جهة سمو الأمير وجلالة الملك أصبحت الأمور بأعتقد ماضيا أما ما يتعلق بملاحظاته المتعلقة بأوضاع البلد السياسي والاقتصادي والعامة فالأيام القادمة ستشهد ما يمكن الاستفادة منه وأخذ العبر من ملاحظات سمو الأمير بعد الضجة الكبيرة التي أحدثتها القضية قرر نائب العام في عمان حضر النشر بكل ما يتعلق بالقضية حفاظا على سرية التحقيقات في انتظار ما ستكشفه العدالة أهلا بكم من جديد مشاهدين إذن لمناقشة هذا الموضوع يحضر معي الدكتور العيد زغلامي محلل سياسي أهلا بكم سيدي أهلا وشكر أهلا بك كما يحضر معي العلامي عبد الرحمن جعفر الكيناني المختص في الشؤون السياسية الدولية أهلا بكم سيدي أهلا بك أهلا بك إذن نستهل مشاهدين مباشرة النقاش أستهله معك سيد زغلامي من الرسالة التي وجهها الملك الأردني بخصوص تطورات الحاصلة مؤخرا في المملكة والتي طمأن من خلالها الشعب الأردني بالقول أن البلاد آمنة ومحصنة كما أوضح أيضا أن الأردن انتصرت على كل التحديات والاستهدافات التي حاولت ولازالت تحاول النيل من الوطن كيف تقرأ سيد زغلامي هذه الرسالة؟ أولا بسم الله الرحمن الرحيم شكرا على الاستضافة تحية إليك ولا ضيفك الكريم ولا متتبعي قناة الوطنية نظن بطبيعة الحال أننا طلعت على الرسالة وأنا لست مختص في الميدان ولكن متتبع للشأن المنطقة العربية يتضح جاليا أن في الأوين الأخيرة كانت فيها أحداث لم تنال يعني كل وضوح حيث لم نعرف حقيقة أن الأمر كان فيها بعض الإعلامات الأخبار المتناقلة وهل السؤال يبقى قائم هل ما تفضل به اليوم الملك حول التوضيحات هل سيدة حد لما حدث لأن التساؤل القائم هل ما وقعه هو أمر شخصي يعني للأمير حمزة هل هو موقف شخصي أم موقف سياسي أم يعبر على التضمر الذي ما حدث في القصر الملكي المعروف في أنظمة الملكية بصفة عامة وخاصة في الدول العربية هي تتميز بالكتمان والسرية لا نعرف الكثير على الأمر شأن وشأن دول أوروبية مثلا مؤخرا ماذا وقع على مستوى التاج البريطاني وغيره فلهذا المملكة أو النظام الملكي لديه مميزاته وخصائصه قليل ما نعرفها لكن ما حدث مؤخرا في المملكة الهاشيمية يعني ظهر إلى العيان وهل هو انتفاضة قصر أم هو زوبعة في فنجان وهذا هو السؤال يبقى قائم ولو أن الرسالة التي تفضل بها الملك تقدم تطمئنات ولكن نبقى على الأرض الواقعة هل الرسالة وصلت للمهتمين والمعنيين بما حدثا مؤخرا طيب سيد زغلامي سيد الكناني هل تحسن في رأيكم رسالة الملكة الأزمة التي شهدتها الأردن قبل أيام الأزمة هي حسيمة بكل الأحوال منذ لحظة الإعلان عنها لأنه كان التحرك لمحاصرة ما وصف بالمؤامرة كانت قبل أيام من أعلانها من أعلانها ومن محاصرة الأشخاص المتورطين فيها الأزمة بشكلها الظاهر انتهت بكل الأحوال حتى مع صدور البيان الأول للحكومة الأردنية واللي ألقانها برئيس الوزراء ووزير الخارجية ووضح مسألتين أن ما حصل في الأردن أو عناصر المؤامرة اللي كشفت في الأردن فيها عنصر داخلي وفيها عنصر خارجي العنصر الداخلي تقريبا توضح وحاولت المملكة الأردنية أن تعطي شكل لما حصل في الداخل بأن الأمير حمزة بن نجل الملك الراحل الحسين حاولت أطراف معينة استغلال مكانته الملكية استغلال مكانته في القصر الملكي وجعل اختيارك كواجهة لهذه المؤامرة إن نجحت أو كذلك اختيارك كواجهة في خطاب أطراف المؤامرة في أطراف المؤامرة الداخلية أما فيما يخص العنصر الخارجي في العنصر الخارجي نعرف أن هناك معارضة في معارضة أردنية في الداخل أولا معارضة الداخل تقريبا تتشابه مع النسق المجتمعي الأردني لأنه لأول مرة نرى أن المعارضة بمختلف أشكالها يعني من الأصولية إلى الليبرالية إلى العلمانية إلى اليسارية تتوحد فيما يعرف باللجنة التنسيقية للأحزاب السياسية وهي أحزاب معارضة يعني حتى أحزاب ذات توجه قومي أحزاب ذات توجه أممي أحزاب ذات توجه لبرالي أحزاب ذات توجه أصولي يعني بما فيها حتى التنظيمات الإسلامية التقت مع الليبراليين والتقت مع العلمانيين القبائل تشكيل قائم بحد ذاته القبائل عنصر اجتماعي مهم يعني في المجتمع الأردني وهذا العنصر له تأثير حتى على نوعية القرار السياسي وعلى مختلف الأمور الحاصلة في البلاد فيما يخص عنصر تحدثنا عن المعارضة الداخلية المعارضة الخارجية المعارضة الخارجية هي بالضبط التي تشكل الخطر غير المعلن أو الخطر الخفي الذي يهدد أمن الأردن المعارضة الخارجية يعني موجودة على شكل لوبي في داخل الولايات المتحدة الأمريكية وكذلك في بريطانيا وطبعا نعرف أنها دائما المعارضة الخارجية تشكل من قبل أجهزة مخابرات خارجية للتأثير على سياسات الداخل نعم سيد الكناني سنعود للحديث عن هذه النقطة بعد قليل سيد زغلامي تحدث سيد الكناني عن تصريحات وزير الخارجية الأردني أيمن الصفادي التي أكد فيها كما قال سيد الكناني وجود مؤامرة خارجية تستهدف العرش ووجود أيضا اتصالات مع جهات أجنبية من بينها المعارضة هل أصبحت في رأيكم الأردن جهة مزعجة لربما الخروج من أقول جهة مزعجة ومن هي هذه الدول التي تستهدف أمن واستقرار الأردن بالتحديد ضمن على العموم ظاهريا الأردن يقدم صورة البلد نوعا ما من المعروف بالاستقرار ونوع من الهدوء يعني ظاهريا هذا المعروف يعني وحيث يعني بحكم حجمه المتواضع وقدراته المتواضعة لكن الذي يبد أن يقال أن ما يحدث الآن أو ما حدث هناك الأردن حالي يعيش نوعا من المضايقات الاقتصادية والاجتماعية هذا جانب لا نراها رأيناه في فترات سابقة من نوع من الاحتجاجات لأن القضية ليست في الشارع بل القضية في قلب النظام المالكي في القصر وهنا فيها أكثر من تساؤل أنا لا أتكلم على المؤامرة ولا أي شيء من هذا القبيل كلما في الأمر أريد معرفة لماذا يعني الأمير حمزة بادرة هل هو على دراية هل هو على وعي هل هو على سذاجة أم ماذا في جميع الحالات تم توظيفه توظيفه عفوا كأدات من أدوات هل زعزعت الأمر قال له هناك يعني أمر آخر في جميع الحالات التي يريدنا أقولها بطبيعة الحالة الأستاذ تكلم على قضية امتداد الأمريكي والبريطاني بحكم أن المملكة الهاشمية أو العائلة الهاشمية لها علاقات مع بريطانيا علاقات صهري لغير ذلك فهذا حتما يكون فيها أمر من الأمور الذي يخذ بالاعتبار لكن الشيء الذي أريدنا أقوله وأنا لست يعني في وضعي أن أتهم أي طرف لكن من هي الدولة أو الخارجية في الإقليم في المنطقة التي سهمت أو التي تحاول أن تزعزع الأمر الذي يعرفه الذي يعرفه العام والخاص أن للمملكة الهاشمية علاقات مع إسرائيل فهل ثم بطبيعة حالها علاقات مع دول الخليج ولو أنها تختلفون وعنما على المملكة على المملكة سيد زغلامي تحت الطاولة وليس تطبيع ولكن تختلف يعني أنا لما تكلم على المملكة الهاشمية فعلاقاتها تكاد تتميز بنوع من استقلالية من المملكة العربية السعودية ودول أخرى وهذا نظن تنفرد بهذا هل هذا هو سبب إزعاج أو إنزعاج المواقف أو الدول المجاورة هذا يا سؤال يبقى قائم يعني نعم طيب سيد الكناني تحدثت منذ قليل عن ربما المعارضة الموجودة في داخل الأردن وفي الخارج دعنا نتحدث عن المعارضة الموجودة في الخارج ما الهدف ربما من استهدافها للأردن يعني ما هي مصالحها داخل هذه الدولة عندما نحدث أن المعارضة الخارجية بمعنى الأهداف الخارجية والأهداف ليست لها علاقة بالواقع الوطني الأردن يعني بمعنى أنه دائما المعارضة الخارجية هي عبارة عن أداف تستخدمها دول أو أجلت مخابرات خارجية لأحداث نوع من البلبلة أو اعتماد نوع أو أحداث نوع من الغضب على النظام السياسي في تحديد اتجاهات مختلف القضايا سواء القضايا الوطنية أو القضايا العالمية أو القضايا الإقليمية ونحن نلاحظ أنه طبعا وجودنا عندما نقول أنه هناك معارضة خارجية أردنية موجودة في أمريكا أو موجودة في بريطانيا هذا لا يعني أن الحكومة البريطانية تتبنى هذه المعارضة أو الحكومة الأمريكية تتبنى مثل هذه المعارضة لأن أولئة المتحدة الأمريكية كانت أول بلد تقريبا أطلق رد الفعل وأطلق رد الموقف السياسي تجاه ما حصل في الأردن بالإضافة إلى بريطانيا أيضا بالضبط يعني السبق عن الولايات المتحدة الأمريكية وصف الملك الأردني بأنه هو الشريك الاستراتيجي الذي لا يمكن الاستغناء عنها بريطانيا كذلك موقفها كان متشابه مع الموقف الأمريكي عندما نقول أن هناك معارضة ليس بضرورة أن المعارضة تكون تستهدف جوهر النظام أو شكل النظام الملكي لأنه حقيقة يعني واقع الصراع في الواقع الصراع يعني واقع الأزمة أزمة الصراع داخل المملكة الأردنية هي بالأساس المحرك القوي له هي الأزمة الاقتصادية يعني هناك نوع من التباين الطبقي هناك نوع من خاصة يعني مع التزامن مع هذه الجائحة يعني برزت الجائحة عززت الأزمة الاقتصادية وعملت يعني ساعدت على اتساع دائرة الفقر داخل داخل المملكة المملكة المتحدة المملكة الأردنية هنا أنه أيضا عندما نقول عندما نذكر الأزمة ونشاهد كذلك الدعم العالمي المتسارع خلال لحظات هذا يؤكد بأن مملكة الأردنية تكاد تكون مركز الثقل في سياسات الشرق الأوسط أو الدولة الشرق أوسطية الرابطة مع المجتمع الدولي لذا أنه المجتمع الدولي عموما وخاصة القوى الكبرى لا تسمح بإحداث أي نوع من الخلخلة داخل المجتمع الأردنية ولن تسمح حتى بالمساس بالمملكة الأردنية يعني بالعائلة المالكة الحاكمة نعم سنتحدث عن هذه النقطة بشكل مفصل سيد زغلامي لماذا سارعت بريطانيا وأمريكا لإعلان مساندة الملك الأردن بالرغم من ربما الأهداف الخافية لها أولا لا بد أن نقول بأن المملكة الهشيمية تربطها علاقات متميزة مع العالم الأنجلوساكسوني هذا الذي يجب أن يتقال تاريخيا وصهريا إلى غير ذلك فباديه أن الولايات المتحدة وبريطانيا طرى من خلال المملكة الهشيمية يعني أقول قد يكون حليف استراتيجي في المنطقة وخاصة بحكم العلاقات الشخصية التي لها تأثير في العلاقات الدولية والعلاقات السياسية وزن الجانب الشخصي له تأثيره على المواقف السياسية هذا مهم جدا نقطة تانية أعتقد أن إلى حد الآن سياسة الأردنية تتميز بنوع من الاستقلالية كما قلت ونوع من الهدوء ونوع من التوازن هذا ليس دولة أو المملكة الهشيمية تقدم لنا صورة الدولة يعني فيها مصدر إطمئنان لكل سواء على المستوى الإقليمي أو على المستوى الدولي لهذا سارعت وبطبيعة الحال الأساس في هذا وذلك هو الأهداف الاستراتيجية للدولتين ثم أنا أتذكر موضوع آخر ولو أعرج عليه هو كان فيها الحل الذي اقترحته الولايات المتحدة في حكم دونالد ترامب وهي ضم منطقة الفلسطين إلى الأردن ما يسمى بالدولة ثلاثة يعني قسم الفلسطين إلى جهة إلى عفو الإسرائيل وإلى السيناء إلى مصر وجزء ثالث إلى الأردن فنظن هذه الخلفية تبقى واردة يعني لهذا يبقى الأردن له وزن ثم لا ننسى وهذا بديهيات من التاريخ المنطقة بديهيات أن هناك عدد هائل من التواجد الفلسطيني في الأردن هذا يمكن تجاهله لهذا مهم جدا أن نأخذ بالاعتبار هذه الخصائص وهذه الأمور الاستراتيجية التي تجعل من الأردن ربما يعني في مفترق الطرق لأنه فيه كل طيارات التي تكرهها الأستر منذ قليل طيارات من جميع المشارب وهذا وهي نظن توازن يكيد يكون نوعا ما هش وهذا هو التخوف لهذا سرعت لكي تتدفق الأمور وتأخذ طابع آخر نعم طيب سيد الكناني سيد زغلامي تحدث ربما عن المشروع الذي ورد في صفقة القرن قبل هذه الأحداث ورد اسم الأردن كوطن بديل للمهجرين الفلسطينيين من طرف كما قال سيد زغلامي الكيان الصهيوني في هل يمكن ربما الربط بين المشروع وما حدث في الأردن خلال هذه الأيام آنيا من خلال متبعة الأحداث أنه حصلت نقطة خلاف ظاهرة يعني ظهرت حتى لوسائل الإعلام هي منع مرور طائرة رئيس الوزراء الإسرائيلي ناتنياهو من المرور عبر الأجواء الأردنية في طريقة إلى الإمارات هذه شكلت نوع من نقطة خلاف الشيء الآخر أنه الأردن رفض صفقة القرن وفي نفس الوقت أنه هناك خلاف حكومي يعني خلاف أردني مع الحكومة الإسرائيلية ليقودها ناتنياهو علينا أن نذكر أنه ما هو الدور الأردني في فلسطين المحتلة طبعا الأردن طبع علاقاتها مع إسرائيل في اتفاقية سميت باتفاقية وادي عربة وادي اتفاقية وادي عربة منحت الأردن السيادة الأردنية على جميع المرافق الدينية داخل فلسطين المحتلة يعني بما فيها القدس الشرقية وبما فيها بيت لحم يعني المرافق الدينية سواء كانت المرافق المسيحية أو المرافق الدينية ودائما أنه هناك تواجه الحكومة الأردنية في فرض سيادتها على هذه المناطق المناطق الدينية تواجه نوع من العراقيل غير المتفق عليها نوع من العراقيل في ممارسة سيادتها على المناطق الدينية هذه نقطة خلاف هذا الخلاف لم يظهر مثلا مع حكومات إسرائيلية سبقت ناتنياهو توصف أو تعرف بالاعتدال حكومة ناتنياهو حكومة متطرفة حكومة متحصبة حكومة عنصرية تلاعبت بالمواثيق وتلاعبت بالقوانين الشيء الآخر أنه لا ننسى أن المملكة الأردنية أيضا ساهمت في التحالف العالمي في الحرب على الإرهاب وكذلك قدمت ضحايا إذا نتذكر حادثة المؤلمة حادثة الإكساس بطيار الأردني الذي أحرق وفني جسده بالكامل في مشهد مروع ويجرح المشاعر الإنسانية لا نتذكر هذا هناك نقطة رئيسية يجب أن نعرفها أن الأردن لا يعيش نوع من الخصومات السياسية وهو حاول أن يتحاشى أن يدخل في خصومات سياسية وكذلك نعى بنفسه حتى عن الصراحات العالمية والصراحات الأقليمية وتعامل معها بمرونة سياسية مطلقة طيب واضحة سيد الكناني سيد زغلامي ربما كما ذكر سيد الكناني الأردن كان عندها العديد من المواقف على غرار مساندة الفلسطينيين ورفض صفقة القرن هل تدفع اليوم الأردن ثمن مواقفها من خلال هذه الحادثة التي وقعت بهذا البلد؟ ربما قد يكون عامل من العوامل ولكن يبقى المصدر الأساسي ونتكلم كملاحظ لمواقع مؤخرا أن القضية هي متعلقة بالقصر الملكي لأن الأمير حمزة هو بطبيعة الحال شقيق الملك فباديه أنه هو غير راضي بالسياسة المتبعة من طرف أخيه سواء كان سياسة اقتصادية أو سياسة ثقافية اجتماعية أو علاقات مع الكيان الإسرائيلي الصهيوني سيد زغلامي الملك عبد الله ذكر في رسالته أنه للمواقف ثمن هذا ربما دليل أنه يدفع الأردن هذه المواقف ثمن ولكن يبقى السؤال لماذا انطفض بإذا صحة تعبير الأمير حمزة ضد أخيه ما هي الدوافع بغض النظر على ربما جهات أجنابية ولكن يبقى هو له قناعاته وله مبرلات وله أهدافه ثم كما قلت توظيفه ولكن في جميع الحالات معروف بصفة عامة أن المواقف المملكة الهاشيوني متزنة نوعا ما على الصعيد الدولي ولكن هذا لا يمنع أن هناك ناس غير راضيين بهذا ولن نستبعد أن هناك أقول جهات داخل المملكة تحاولوا بطريقة أخرى يعني التعبير المشكلة في هذا وذاك أن الأمور لم تنن نصيبها من الوضوح وليس خطاب الملك هو الذي سيقدم الإجابة لهذا المفروض أن الأمور تكون واضحة ونلتمس أكثر وضح وأكثر شفافية لكن في غياب هذا السياس الكتمان والتعتيم من الصعب ولكن حقيقة يعني الأزمة هل تم إخمادها أقول نعم ولكن مؤقتا هل استطارة يعني تظهر في وقت لاحق بصورة أخرى هذا الذي نفتقده لأن وهل رسالة الملك تعالج القضية وحددت الداء ثم الدواء أبقيت فقط محاولات الاحتواء مؤقت في انتظار ربما وهذا قد نقول هل هذه الزوبعة تسبق يعني أو هذه العاصفة العاصفة هذا هو الإشكال الذي كان قايم حاليا ونعرف المنطقة الشرق أوسطة ميزة منطقة من يعني هو يتعرف زوبعات وثوارات وهزات وعواصف نعم سيد الكناني رسالة الملك أوضحت أن ما حدث في الأردن سببه أطراف الفتنة كما قال التي كانت من داخل البيت الواحد وخارجه ماذا يقصد بهذا الكلام الذي ورد في رسالته طبعا بكل تأكيد هو شخص أن هناك تهديدات خارجية تتعرض به الأردن هذا أولا في هذه الرسالة وعلى فكرة فقط هي للإشارة أن الشعب الأردني كان ينتظر ظهور مباشر للملك عبدالله يعني على الجاشة لكنه اكتفى ببيان مقروع أداعة وسائل الأداعة وسائل سيد الكناني أستسمحك فقط للحظات لنتوقف عند فاصل ثم نعود لاستكمال النقاش في الجزء الثاني ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر